السلام عليكم اخواني اخواتي كيف ديري لما سعليكم امركم بخير مرحبا بكم في حياة الفلوغير مرحبا والف مرحبا اليوم جيت نحضر لكم ونقدم معكم واحد الوصفة مغربية بامتياز وصفة شعبية كل شي تعرفها الكبير صغير عزيزة على كل سوف نحضر معكم طريقة تحضيره وتنتمينا تجربه سوف يأتي غزال 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 بالسفت المهم لدينا شوية الملح وخميرة سوف نحتاجه ضيق ديال فينو سوف نحتاجه جز لايف ديال مهم كل واحد سوف نقياس دياله سوف نقوم بحزال جز لايف لليجعل باركة وانتم على حساب كل واحد سوف نقوم بحزال جز لايف نصف كيلو سبارك الله من طبيعة الحال سوف نقوم بحزال جز لايف ديال الفورس اللي هو الدقيق الأبيض ها هو صافي هادو هما المقادر هادو هما المقادر اللي غادي نحتاجه غادي نحتاجه الملح والخميرة وغادي نحتاجه الدقيق اللي هو الدقيق البيض وغادي نحتاجه الفينو غادي نديره جز لايف ديال الفينو وغادي نديره زلافة ديال فورس من ذلك غادي نعجنو بيت دينا يعني نفضل انا الشيار نفضلت عجنو بيت ديكم من الاحسن بشوية ديال الماء دافي يعني من الاحسن نعجنو بيت دينا باش نعطيوه الطوع وندركوه مزيان حيث نديره في العجانة ما تتعجبنيش انا الشيار في العجانة عجانة نديرو فيها الخرص نديرو فيها شي حاجة اخرى اما الشيار يعني نفضل نديرو بيت ديكم وغادي نجمعو العجينا ديالنا من طبيعة الحال وغادي ندركوها مزيان كتما تشوفو نجمعو العجينا ونطلقوه كما تتشوفو نجمعو العجينا ونطلقوه كما تتشوفو نجمعو العجينا نجمعو العجينا نجمعو العجينا كما تتشوفو نجمعو العجينا كما تتشوفو نجمعو العجينا نجمعو العجينا نجمعو العجينا كما تتشوفو نجمعو العجينا نجمعو العجينا يمكنك أن يزونك بتشوفو ننجمعو العجينا يعني أنها تتشوفو العجينا نضيف الماء ونضيف الحجين نضيف الماء اضيف الماء اضع القوام للعجينة اضع الخاطر 11 دقيقة ونضغطها نضغطها اضع ونضغطها سوف نأخذ 1 طعصة سوف ندهن الزيت سوف ندهن الزيت سوف نهزي أتحرك الألعجينة كيف لا ترى أرى أتحرك ، يجب أن تكون أجل الألعجينة أجل الألعجينة ، يجب أن نتخل بها سوف نتحكم فيها نهزوها في خطرة شاهدوها كيف مدرسوليها تدارها سبارك الله ما شاء الله سوف يأتي الشير سوف نضيفها في هذا الطعس سوف نصد عليها جيدا نضيفها نضيفها و نضيفها بلعبها نضيف وتضيفها لأنا دقيقة سوف نضيفها على أخمار الشير كما ترى الأخوات سوف نضيفها سوف نفتحه نحن تومه نرى كيف يخمر بسيار نرى نرى سبارك الله سوف تخمر من نتخ ومن بعد ذلك نضع زيت في الدينة عندنا فرق فرق نضع كويرات نضع الغرق لنضع الكويرات على القياس التي نرى توقيت هذه الصغارة من المباشرين أريد إضافة من المباشرة أريد أن يسمحون بأمي وأن تضيفون مباشرة وفي نفس الوقت المقلاع سوف تسخن أريد إضافة أريد إضافة أريد أن تتبيعكم أريد إضافة فقاعات سوف تخفيف نضيف الكثير نضيف نضيف الفوقعات نضيف الكويرات نضيف نضيف نرى الفوقعات العجينة تطلق نضيف الناس تتمشي معها كيف يمكننا أن تحرير انظروا ، هذه الفوقعات دعوني عجل سيتم نضيف سيكون و كل شخص سنقوم بقياس المقلعة تسخن المقلعة تسخن المقلعة تسخن المقلعة تسخن نزيل اخذ المقلعة المقلعة تسخن نضيف الزيت فرمقل و نضيف الشيئ لا نضيف الزيت نضيف الزيت فوق و نضيف الزيت فرمقل نضيف الزيت نضيف الزيت فرمقل نضيف الزيت نضيف الزيت يجب أن تضع المقلة الثقيلة يجب أن تضع الفقاعات يجب أن يكون غزال ورطب سوف تضع الجزال يجب أن يجب أن تضع الش schme نضيف المصومة وزبيدة وعسيلة يسلم سوف نحركها لكي يجب أن يكون طيبة وفي نفس الوقت وفي نفس الوقت نجيبها واحدة اخرى كذلك نقرسوها ان شاء الله شاهدوها كيف تتجي تتبارك الله احمر وتتجي رطب وتتجين فشفاش وفي نفس الوقت قدرت معكم جميع الطريقة لكي تتجي غزال وغزال بالنسبة للقوتي للوليدات ولا لنا الكبار ايه من الأحسن نضيف الزبدة والعسل لدينا البناء سؤال المغربية المنطقة والمناطق المغربية الزبدة لدينا المليس يسمى بطبط المليس اج Again يجب ان تكون حمر و ترى هذا البليس بيضان لا يجب ان تكون طيب فى نفس الوقت سوف نقرس الشيارة الأخرى لكي نهز الرمي و هذه ان شاء الله بإذن الله سوف نقرس سوف نقرس بيضان سوف نقرس الشيارة لم يكن مدلوك سوف يستقلك سوف يكون مدلوك جيد سوف نقرس الشيارة سوف نقرس سوف نقرس الثانية كذلك سوف نقرس الثانية فرمق لكي تقرس سوف نقرس نقرس سوف نقرس لا نقرس نقرس و تتحمر ما ترى تحمر لا تقرس و لا تقرس مرش هذه هي الطريقة و من بعد نكمل ان شاء الله سوف نقرس و نقرس ان شاء الله كما ترى سوف نقرس هذا سوف نقرس ان شاء الله غزال صغيرة ملتون مقطن زوين ملتون ستجربوا 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 كامل مدلوك كامل متقب تنتمنى ان تجربوه سيعجبكم في القوتي ودهنوه بالزبدة والعسل وتشوفوا معي هذا هو النهاية للبنات كما تشوفوا قمنا بقليل العسل سوف تأتي اغزال اغزال واحد البرياري تنتمنى ان تجربوها بطريقة ولم تتصغنوا علي اخرى وشكرا لكم شكرا على التعليق وشكرا على اللايك وشكرا على اللايك وشكرا على هذا الفيديو يجبكم شكرا على الجميع شكرا لكم